دايما بكون سعيد جدا لما بلاقي لاعب مصري أو عربي محترف في هولندا ليه هولندا تحديدا لأن هولندا معروفة بأن هي في كرة القدم دولة مصنعة ومصدرة للنجوم في كرة القدم في الدول الهولندي دايما هنلاقي النجوم الكبيرة بتبدأ فيه لو نفتكر رونالدو اللي جي من البرازيل رونالدو البرازيل اللي جي من البرازيل لاعب مغمور جدا بعدها بقى واحد من أفضل لعبة العالم زلطان إبراهوموفيتش وإزاي خرج من السويد كلاعب صغير انطلق من خلال نادي آيكس الهولندي لأنه يصبح واحد من أفضل المهاجمين في العالم لويس سواريز على سبيل المثال اللي جي كمهاجم مغمور من الأوروكوي بعدها أصبح مهاجم سفاح مر عبر الأراضي الهولندية لغازو الأراضي الأوروبية حتى كمان ما انساش نجمنا أحمد حسان ميدو وإزاي كانت بوابة آيكس هي نقطة التحول في مرسيرتو الاحترافية بعد ما جي من بلجيكا ومر عبر نادي آيكس وانطلق بعدها لمسيرة في أوروبا كبيرة جدا كانت مسيرة طبعا نجحة أكيد عرفتوا دلوقتي كلكم وفهمتوا أن اللعب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو لاعب محترف في هولندا وهو لاعب مصري مين هو اللاعب ده وإيه هي التفاصيل ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرز عشان توصلكوا الحلقات أول بأول ويلا بنا بسرعة نرجع نكمل حلقتنا معه أمير صالح افتكروا الاسم ده كويس جدا مستقبلا أمير هو لاعب مصري هولندي وكمان مغربي اتولد في أمستردام عام 2006 لأب مصري وأم مغربية وسنه حاليا 15 سنة أمير صالح بلعب في واحد من أشهر وأكبر أندية هولندا وهو نادي أترخت في فريق تحت 16 سنة ومركزه في الملعب هو مركز الوينج رايت والوينج ليفت وإن كان بشكل أكبر في مركز الوينج رايت حكاية أمير مع كرة القدم بدأت في سنه صغير جدا وتحديدا في سنه خمس سنوات لما بدأ لعب الكرة في أحد أندية الهواة في هولندا وهو نادي سويفت واللي بالمناسبة كان والده كمان موجود في نفس النادي بيدرب في صفوف النشئين ودربه في هذا النادي بعد كده انتقى الأمير لنادي برضو يعتبر من أحد أندية الهواة وهو نادي باوتينفيلدرت واستمر فيه من سنه 11 سنة لحد سنه 14 سنة وبدأ أنه يلعب كمان في صفوف الفرق أو الأعمار السنية الأكبر من سنه فلاعب مع فريق تحت 15 سنة وهو في عمر 13 سنة بس موهبة أمير بدأت أنها تباني قوي في نادي باوتينفيلدرت فانضم المنتخب المقاطعات اللي من خياله ابتدى أنه يلعب أمام الفرق الكبيرة في هولندا زي آيكس وفاينورد وبي اس بي علشان كمان يجي له عروض من أكبر الأندية والهولندية زي بي اس بي وزي آيكس وزي أوترخت وبالفعل انضم أمير لنادي أوترخت وانضم وهو في عمر 14 سنة علشان يشارك مع فريق تحت 15 سنة وكان ده في العام الماضي أمير كان عليه مهمة صعبة قوي في أوترخت لأنه اللعب الوحيد اللي جاي من أحد فرق الهواف في ظل وجود لعيبة إما من نشئين نادي أوترخت نفسه أو لعيبة جاية من أندية تانية كبيرة زي اللي جاي من آيكس أو جاي من فاينورد لكن أمير قدر بعد أسابيع قليلة جدا وفي أول موسم له مع أوترخت أنه يحجز مكانه الأساسي فيه الفريق في مركز الوينجراي والحقيقة أنه أرقام وإحصائيات أمير مميزة جدا مع نادي أوترخت ففي موسم واحد بس أضامع النادي في ست مباريات خدهم الفريق الموسم الماضي بعد توقف المسابقة لباريس كورونا قدر أنه يساهم في 11 هدف فسجل ست أهداف وصنع خمس أهداف لما نتكلم عن مميزات أمير هنلاقي أنه هو مميز بأكتر من حاجة الميزة الأولى أنه لعب سريع جدا لو استرام الكرة على الجناح اليمين وانطلق بيها صعب جدا أنه تتوقفه ودايما هنلاقيه بيروح على الجون وعنده جرأة كبيرة على أنه يروح ويسجل كمان بيتميز بالتكنيك العالي وزكاء التحرق في الملعب سواء بالكورة أو بدون كورة ومن أهم مميزاته كمان زي ما ذكرنا الحس التهديفي العالي فرغم من أنه هو مش مهاجم صريح إلا أنه قادر دايما على التسجيل ببراءة أمير هو واحد من مجموعة لعابين عرضتهم بالفعل على الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب 2006 وممكن جدا نشوف أمير في الفترة القادمة في أحد معسكرات منتخب النشئين بشرط سرعة تحرك لضمه لأنه ما ينساش زي ما قلنا في الأول خالص أنه كمان معاه الجنسية المغربية نسبة لولدته ومش عايزين نعيد موضوع رامس حفظ الله اللي قرر أنه ينضم للمغرب ويترك منتخب مصر النهاردة كان معنا في زاسكاوت اللاعب أمير صالح شرفنا ونورنا هنا في الستوديو سألنا حاجات كتير جدا تعالوا نشوفه نسمع قال ايه ونرجع نكمل حلقاتنا مع بعض امير صالح كتاب امير صالح هل ستتتطلب منتخبتك للتعامل؟ أنا امير صالح أ LIVE IN HOLLAND I'm 15 years old and I'm a player of FC Utrecht امير قال لي هل تستمع الاجبشي الفترة القادمة؟ وإذا نعم ثقافتِ المترجمية winners Hey British football لا تuaryر منه في ايزباهي لكن او محمد صلاح», محمد النهني، تجسغيس team والجلد بالمحمد التجيز ي virusesو فيよس كادر حسنات الم никوه في ايزباهي English and Kamil حسنا Happy Air محمد صلاح المحمد صلاح المهنة braa والممحمد صلاح dewb اىio ب Teamsو جاركة لسلاح محمد صلاح. هو مرحباً. يمكنك تقرير مجالاتك. أبي كانت تساعدتك عندما كانت أصدقائك. ما أتعلم منه؟ عندما كان أصدقائك، أصدقائي كل الأشياء. أصدقائي على كل مكان. لأنني أستطيع أن أتعلم في مدينة، في مدينة، في مدينة، في مدينة. هذا جميل. والآن أستطيع أن أصدقائك. الآن أصدقائك من الأشياء من الأشياء. هل تستطيع أن تستطيع الانساعدات؟ نعم. أولاً سؤال من محمد حسن. أسألتك، ما هي الأفضل الأفضل التي تستطيع منها؟ أنا أصدقائي. أنا أصدقائي. أنا أصدقائي. وأنا أصدقائي في مدينة. جيد. أولاً سؤال من محمود بيكو، مصطفى حمزاوي. أتضعك. هل تستطيع أن تكون مؤخراً للمدينة الأشياء؟ لا. أولاً سؤال من أحمد سعيد. أين ترى أن ترى أن تكون مدينة؟ وإن تستطيع أن تكون مدينة أفضل في المدينة؟ أتمنى أن أستطيع أن أعمل على هذا الأشياء. أريد أن أتعلم في المدينة الأفضل المقابلية. في مدينة المتصدرية. نعم. نعم. الثاني الأخرى من عبدالله محمد. يسرى أنك إطارك نفسك نفسك تبدأ جدًّ مما؟ أي أنه يسرى أن تتعلم في مدينة أفضل؟ وأدخل أن توليد أن تسعيد في الإج BREAK في طريقية الأفضل. دعينا أن تتعلم دفاعي حماية. إطارك تختير دفاعك نفسك تبدأ جيد سانخوه. سانخو؟ نعم. أي أنه يسرى أن تعلم أن تتعلم في المدينة أفضل؟ لرفضل. كيف تشعر في الإيجابة؟ أولاً؟ نعم، هذا هو أمامي أيضاً أخرى من عاصم عاصي يقول أو يسألتك كيف تشعر في فوتبول؟ أريد أن أشعر في العالم 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 مع إيجابة؟ نعم، مع إيجابة حسناً والأخرى من ميمو المنياوي يسألتك كيف تشعر في فوتبول؟ كريسيانو رنالو كريسيانو شكراً لك يا أمير ونحن أتمنى أنك أكثر من المزيدة إن شاء الله مع أترخت وفي فوتبول ونحن أتمنى أن نرى أحد أكثر من أجل المجالة في العالم إن شاء الله شكراً كما شاهدنا أمير صالح مرحب أن يلعب اسم المنتخب المصري بالرغم من أصوله المغربية أهم شيء هو التحرك السريع من جانب كابتن مؤمن سليمان وجهازه ومهم جداً كمان تكون صيغة الجواب اللي يتبعت لللعب تكون بشكل محترف علشان ما يحصلش نفس اللي حصل زي ما قلنا مع رامز حفظ الله والمشكلة الشهيرة اللي حصلت مع كابتن ربيع ياسين لما بعتله جواب بيقوله تعالى أنت على حسابك وهنعمل لك اختبار في حين المغرب بعتت له جواب بتقوله تعالى وبعتين لك التذاكر وإنت هتكون معنا وفي الآخر اختار المغرب أمير صالح هدية تانية بنقدمها لمنتخباتنا المصرية كل التمانيات بينها نشوفوا قريب بتيشرت منتخب مصر نشوفوا قريب بيتشل اشتركوا في القناة